بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور شرف كبير جدا ليا ان انا اكون موجود معاكم النهاردة بالنيابة عن فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عشان نطلق المرحلة الثانية من مراحل تنمية شمال سينة بالتحديد والحيمكن قبل محبق العرض انا حابب بس ان انا اتكلم يعني كلمة من قلبي هذه البقعة الطهرة من ارض مصر على مدار التاريخ من اول ما كنا بنقرأ في كتب المدارس اللي اتعلمناها من الاف السنين من اول ما ابتدى التاريخ يصدر حضارة مصر القديمة والفراعنة دايما كان التهديد لمصر ومحاولة النيل من مصر بتيجي من هذه المنطقة الهكسوس الحيثيين الرومان الاغريق التطار الصليبيين كل محاولات النيل من مصر كانت دايما بتيجي من هذا المكان وعشان كده هذا المكان بتحديدا كل المصريين اذا كنت بتسأل اي واحد ايه اغلى بقعة عندك في مصر كلها على قلبك حيقول لك هذه المنطقة شمال سيناء كل واحد فينا ما اعتقدش فيه اسرة في مصر اسرة واحدة ما كانش فيها اب ولا اخ ولا عم ولا ابن اخ ولا ابن عم ولا ابن خالة ما خدمش في قواتنا المسلحة او في الشرطة وخدم هنا وبزل روحه سواء استشهد او اصيب او شارك في عمليات على المستوى الشخصي انا بشرف ان والدي رجل من رجال قوات المسلحة دكتور خالد عبدالغفار والد رجل من رجال قوات المسلحة انا بقى حلف لكم والله العظيم وانا من اول ما ابتديت اوعى وابويا بيحكيلي حكاياته هنا من ستة وخمسين وسبعة وستين وثلاثة وسبعين وقال لي قد ايه زميل وشافهم هم بيموتوا ويضحوا بحياتهم عشان الارض دي عشان كده كل زر ترامل هنا احنا مستعدين كمصريين نبذل فيها ملايين الارواح بس ما حدش يقرب منها اعتقد دي رسالة واضحة انا ببدأها النهاردة ترد على حاجات كتير وسيادة الرئيس قالها في كل الفترة الاخيرة مصر مش هتسمح ابدا مهما كان ان يتم فرض عليها اي شيء ولن نسمح بحل او تصفية قضايا اقلامية على حسابنا دي هاجل مهمة جدا لازم كلنا نبعى بتنا